موسيقى مساء الخير نبدأ الحلقة من ورشة التحقيقات القضائية في وزارة الأشغال ملفات بالجملة فتحت في النيابة العامة المالية كان فتحها على مصر عيها برنامج الفساد بدءا من فضيحة تلزيم سجن رومي مرورا بمخالفات إدارية واختلاس أموال وتزوير وحتى فإن ملفا خاصا بتجاوزات وزير الأشغال غاز العريض فتحا وهو قيد النظر بناء لمعطيات ومستندات قدمها برنامج الفساد وفي أول غيث هذه التحقيقات ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على عدد من موظفي وزارة الأشغال العامة بجرم التزوير واختلاس المال العام والإهمال الوظيفي وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات وهو ملف ثان بعد ملف سجن رومي الذي تم حالته على قاضي التحقيق ليبقى ملف الوزير غاز العريض مفتوحا على عدة احتمالات في الإدعاءات المرجحة أن تبدأ بالإثراء غير المشروع وفي المعلومات أن النيابة العامة المالية اعتبرت ما ورد في برنامج الفساد حول أملاك وزير الأشغال غاز العريض الطائلة وطريقة عقده صفقات التراضي خلافا لرأي دوان المحاسبة وكل ما أظهره البرنامج من وثائق بمثابة إخبار وسيتابع البرنامج كل التفاصيل تباعا لكشف كل ما يدور في أروقة التحقيق نعود إلى حلقة الليلة في محور أول قضية علي قاسم حمود التي منعت بثها قاضية العجلة من باب ردوان الحفار سنفتحها من أبواب مدعين آخرين كامل التفاصيل في تقرير خاص نصبت فيه أن أحدا لن يستطيع إسكات أو ترغيب أو ترهيب برنامج الفساد وفي المحور الثاني ماذا عن حماية المستهلك في المصارف اللبنانية شكاوى وأجوبة تفيد أن لا حماية للمستهلك في كل القضايا أو الاشتكاليات التي تواجهه في المصارف وضرورة أن يلعب مصرف لبنان دور هذه الحماية وهي لا تزال غائبة وأيضا من ملفات الظلم والقهر الإنسانية في القضاء أحد المصابين في ورشة العمل فقضى أصابعه ولم ينصفه القضاء فإلى متى تجاهل حقوق الناس ورميهم لأقدارهم نبدأ الحلقة من قضية علي قاسم حمود هذه القضية وما جرى فيها في هذا التقرير إنه علي قاسم حمود من يقرأ أخباره في المجلات يخال أنه أمام لبناني عصامي يملك ثروة طائلة حول العالم يكرم الأخضر الإبراهيمي وغيره كما يسوق لنفسه ولكن من يعرف أخباره ويقرأ الدعاوى المقامة ضده لا شك يدرك حقيقة هذا الرجل الذي استطاع أن يفلت من قبضة العدالة ومن أوراق الانتربول بدأت الحكاية عندما قصد ردوان الحفار برنامج الفساد معربا عن ظلم لحق به قصتي هي أنه أنا وعلي حمود على خلاف قضائي وبعد عشر سنين قدرت أخذ حكم عليه باسترجاع بقية المبالغ اللي ما دفعها من أصل المحاكمة نحن كنا بالأساس المبلغ مليون ومئتين وخمسين ألف يورو وإجينا عملنا معه اتفاقية بالبداية على الأساس يدفع لنا بحدود سبعين وسبعين ألف يورو خصمنا له من المبلغ قصطنا له يالا مدة سنة على أساس يعمل دفعات اختفى بعد شهر هرب معت بيان اضطرت أنا عملت له عملت على يعني قدرت أحصل على مذكر التوقيف بما أنه في مذكر التوقيف وهو هربان رحت على النيابة العامة التمييزية وقدمت طلب استرداده عن طريق الانتربول طبعا فيه رسم مش رسم مبلغ تأمير من دفع عشر تلاف دولار دفعتهم بالكامل وتحولت على القوى الأمن الداخلي لتسجيلة بالانتربول الدولي بتفاجأ أنا سنة ونص بروحوا بيجي على الأمن الداخلي بيراجعهم بيقولوا ليه مسجل أنا مسجل ما بيفيدني أنا مطلوب بديها بتفاجأ أنه منه مطلوب الزلمة الانتربول الدولي ما عندهم علم أنه فيه شقف أنه لبنان طالب شخص محدد لا يجيبه سجل الحفار شكواه بعد أن أبرز مستنداته وعند الإعلان عن الحلقة طلب وكيل حمود المحام كمال حيدر أن يكون له حق الرد في البرنامج وبناء لطلبه قررنا استدعاء الحفار لنعرض القضية على الهواء مباشرة ونتيح المجال لحق الرد بين الطرفين ولكن محام حمود وبدل من أن يحل ضيفا للرد على شكوى الحفار ويعنينا من هذه الشكوى أن قسم الانتربول لا ينفذ القرار القضائي توجه للاستنجاد بقادية الأمور المستعجلة سلف الحسن كي يمنع الحفار من عرض مشكلته عبر برنامج الفساد وكان له ما أراد إذ أن الحسن أصدرت قرارا بمنع بث شكوى الحفار عبر البرنامج تحت طائلة غرامة بلغت 30 مليون ليرة لم يكتفي حمود بقرار الحسن بل أخذ يبث الشائعات عن انتصاره على برنامج الفساد واستطاعته أن يشتري صوتنا وهذا ما جعلنا نبحث عن الملف الكامل لهذا الرجل استأنفنا قرار القضية الحسن التي أرادت أن تحمي حمود لعدم الإساءة إليه شخصيا ولكن هل كانت تعلم القضية الحسن أن حمود مرتبط بأكثر من قضية الحفار حيث انهالت علينا الاتصالات من لبنانيين مغتربين في كانو والمغرب وحتى من عائلة حمود تشكو من عمليات احتياله وأبرز ما ورد من معلومات عنه الدعوة المقامة ضده من شركة طيران الشرق الأوسط الميدل إيست والقرار الضني الصادر في هذه الدعوة وفي التفاصيل أن قاسم حمود شقيق علي حمود كان وقع عقدا بين شركة جي أس اي التي يملكها وشركة طيران الشرق الأوسط لبيع تذاكر السفر في كانو وقد تأخر في تسديده حسابات الشركة ثم امتنع عن تسديدها وبلغت ثلاثة ملايين دولار وبعد التحقيق معه تبين أنه وبتحريد من شقيقه علي حمود وزوجة شقيقه حمود عويش القداوي لجأت ثلاثة إلى تهريب الأموال وتبييدها وهم يتنقلون بين نيجيريا وباريس ولندن والمغرب وقد شرعوا المال المسروق من الميدل إيست عبر شراء منزل في لندن سجل باسم زوجة علي حمود عويش كما تم نقل الأموال نقدا إلى لبنان عندما كان علي موجودا فيه ثم نقلت إلى الخارج بمساعدة أشخاص آخرين وكانت صدرت بحق الثلاثة مذكرات توقيف ولكن ورغم السجل الحافل لحمود الذي أقف في المغرب من قبل الانتربول الدولي بناء لطلب القضاء الفرنسي استطاع أن يتنقل بجوازات سفر مزورة ولكن السؤال هل تحرك الانتربول في لبنان بشكل فعال لتوقيف هذا الرجل؟ بعد أن أقفلت الأبواب بوجه حمود في الضغط على برنامج الفساد اضطر أمس إلى عقد تسوية مع ردوان الحفار وقد دفع له المال على أن يمتنع عن الظهور في برنامج الفساد مقابل تعهد خطي من الحفار بذلك وتحت طائلة غرامة 100 مليون ليرة وبعد هل يريد قضاء العجلة في لبنان أن يتستر على محتال برتبة دولية؟ مثل ما قلنا أنه ما في شيء رح يقدر يسكت برنامج الفساد عن الحق والحقيقة ولو أن ردوان الحفار كنا سجلنا له قبل هو امتنع عن الحضور مباشرة الليلة معنا انفاذا لتعاهده فنحن نقول أنه منيح إذا رجع لك حقك يا سيد ردوان المهم أن يبقى حق المعنوي لبرنامج الفساد وهذا ما جعلنا نجري هذا التقرير حق معنوي بأننا كنا نطلب الحقيقة والحق لأصحابه معنا باتصال وتعقيبا على هذه القضية السيد عوني حمود شقيق علي قاسم حمود عوني قاسم حمود مساء الخير مساء النور مدام عيد يا ريت بتوطي صوت التلفزيون من عندك لنقدر نسمعك منيح من دون صدى أول شي بدي أعنيك على البرنامج الجريء شكرا لأينا شخص حر بده جراء وهذا البرنامج اللي بيعطي كل مواطن صالح ومهدورة حقوقه أمل حضرتك شقيق السيد علي قاسم حمود نعم ما هو تعليقك أنت أردت الكلام بهالحلقة نعم نعاني كثير من السيد علي وبنجرب نحكي معه ما بيرده كيف يعني بتعانوا منه يعني قصص كثير علي إشارات عنا إشارات على أراضي كان هو أسبابها نعم كل ما بنحكي معه بيهددونا هو وإخواته بدون يحطو لنا إشارات على الأراضي إخواته يعني إخواتك لا إخواتك نعم بدون يحطو لنا إشارات هلا نحن بعد أول إشارة إجينا إشارة تاني إشارة تبييد أموال بعد منا إجتنا إشارة على الأراضي تبعولي من المدليس مثل ما اتفضلتي هلا على التلفزيون يعني ما استغربت أنه القضية زلف الحسن كانت منعت منعت أن نتحدث عن قضية من هذا النوع إلى الأبعاد الدولية يعني ألا تخف برأيك كانت القضية زلف الحسن أن يقع آخرون ضحية احتيال معينة من قبل علي قاسم حمود مش هيك القصة القصة المشكلة بها البلد هاي دي كل واحد بفكر عنده عنده معارف عنده مسؤول يعني هون يعرفت عليك يعني ليش عنده نفوذ على قاسم حمود بلبنان بالقضاء بالشرطة سم يعني يا وبرجيك المسيج طبعه وبيقلي بتعرف قداش أنا قوي بلبنان ليش قوي برأيك بلبنان ما بعرف والله هاي دي شأنه أنا ما بتعطي بشأنه بس أنه على كل حال أنا كنت مسافر وعم بحطر الأوراق اللي كليتها وبيدي خبرك بقصة كمان أنه كيف بيكون قايمين دعوة مثلا على أربع خمش أسخاص بيبعثوا بيبعثوا التبليغ للشقة وحدة معاونين معاون وما بيوصل التبليغ للشخص اللي متشكين عليه عرفت عليك كيف وإني بتصرفوا بالمحاكم مثل ما بدهم أرسال عاد يعني يعني الأمن والمحاكم أنا ما قدروا يحصلوا ولا نحكي لك شغلة واحدة في قصة صارت معي بي ما عم بسمعك كتير أوكي لحظة شويلا تفضل تفضل هلأ لا أرجيكي أنه قاموا حتى اتهموني قاموا علي دعوة بالتزوير أنا وكاتب عدل بخصوص ليستولوا على شقة شقة إلهم حصة واحدة بس من عشر حصص عرفت علي كيف هلأ خسروا الدعوة وطوما نحكي معهم بيقولوا بأننا يعني عم تحكي عن علي حمودي يعني عن إخوتك نعم نعم بتظل قاعدة بالمحاكم يعني عرفت علي كيف لتقوم لأيامي لأنه فوزا قوية هون شقينا مثل ما عم تتفضلي على الأمور المستعجلة أمور المستعجلة كمان ضغطوا عليها مثل ما ضغطينا على هايدي فقالتلون هايدي بالمحكم ما عملوا شي بعدين اتشقينا بالنيابة العامة وأرجنا العقد البيع الممسوح واللي مسجل بالدوار الحكومية نعم كبديو اسباح لنا نفوت على الشقة ضغطوا عليه من قاضي كبير هوني منعنا يفوت على الشقة نعم غيروا مفتاح الشقة عرفت لي منعون يفوت على الشقة ومستولين على الشقة تيابة يصروا من سنة السبعين أربعة واربعين سنة بالشقة وقوطي هونيك ضبولي تيابة وبعتولي يوم بالشوفير مع الشوفير على الضيعة نعم بكل الأحوال نحن يعني أنا عم حضر كل الوثائق كل يتا وإن شاء الله أنا والمحامية طبعا عم بتتصل فيهم وبس حضر كل الوثائق هجبلك يون على المكسل يعني نحن نحن يهمنا من هذه القضية خليني وضح نحن بهمنا من هالقضية لماذا التعاطي بهذا الشكل من قبل القضاء ومن قبل الأمن والاستهتار بحقوق الناس هذا اللي نحن بهمنا نحن ما ندخل بأي أمور شخصية ولا قصدنا أي تشير وهذا موجه إلى القاضية زلف الحسن هذه هي القضية وهذه هي كامل التفاصيل مثل ما صارت معنا نكتفى بهذه القدر إلا إذا جد أي أمور جديدة شكرا لألك السيد عوني حمود الله معي بكل الأحوال سنتابع القضايا المطروحة في حلقة الليلة بعد أن نوضح بعض المعلومات بخصوص ما جرى في التحقيقات في وزارة الأشغال بمعلوماتنا أن هناك ثلاث ملفات مثل ما قلت بمقدمة الحلقة الملف سجن رومي كانوا أحيلة قبل ذلك هيدا الملف تحول في مهندسين كانوا عم بيسجلوا عم بيمرؤوا أنهم هني كشفوا على الأشغال من دون ما يكشفوا فعلا على الأشغال عم يمضوا على الأشغال اللي صارت بنفق المطار لسيما أشغال الصرف الصحي ومثل ما عرفنا أنه كل هالقضية كانت فتحت على خلفية طوفان الطرقات فالمهندسين هني كانوا عم بجرم إهمال وظيفة وأكتر بجرم أنه هني عم بيمرؤوا للشرك الملتزمي من دون ما يكشفوا على أعمالها وهيدا السبب اللي خلّ فتح الملفات وسوف تفتح ملفات أخرى عن أشغال على كل الأراضي اللبنانية كما علمنا من مصادر قضائية بالإضافة إلى فتح ملف خاص حول تجاوزات وصفقات بالطراضي كنا كشفنا عنا أجراها الوزير غازي العريضي شخصيا وكمان رح يصير في سؤال عن الأملاك التي كمان كشفنا عنا وعلى طريقة من أين لك هذا أو المحاكمة من خلال الإطراء غير المشروع فاصل أعلينا ومنتابع معكم حلقة الليلة بفقرات جديدة تابعونا من تابع معكم أعزائي المشاهدين الحلقة بها الفقرة رح نسأل من يحمي المستهلك في المصارف اللبنانية يمكن بقطاعات أخرى في تدخل لوزارة الاقتصاد خلال نشوف بالمصارف اللبنانية وهذا الموضوع بناءً لطلب العديد من المواطنين اللي أرسلوا لنا عم يشكوا من عدم شفافية بالتعاطي معهم بحساباتهم يمكن البسيطة اليومية بالمصارف بتوطين يمكن فواتيرهم بتوطين معاشاتهم باحتساب الضرائب بعدة أمور ولا سيما أيضا بتقسيط السيارات بعدين بالمزاد العلني اللي بيجري على سياراتهم إذا ما أدروا دفعوا شهر أو شهرين بكل هذه القضايا نستضيف دكتور زهير برر رئيس جمعية حماية المستهلك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك اشتعني لك زمان ما طلعت معنا لازم نرجع نفتح سلسلة مواضيع بموضوع الحماية المستهلك ولا سيما بالدوى بركة كمانا بالأسبوع المقبل بيكون عندنا هذا المحور ومعنا أيضا من الوجه القانونية المحامي بيير بولوس جميل أهلا وسهلا فيك بداية دكتور بررر نحن يعني تبين لنا من بعد سؤالنا عن كل هالموضوع وهذا بهم كل اللبنانيين أنه ما في عنا حماية للمستهلك أو للزبون إذا فينا نقول للعميل اللي كما يعني يعرف بالمصارف ليش يعني وأنتو هل بالجمعية أنتكن سفة يعني مطالبة بحقوق أي حدا بيشعر أنه تعرض لغبن معين أو لانتقاص من حقوقه حسب قانون حماية المستهلك نعم الموضوع واضح كل محترف يبيع سلعة أو خدمة يخضع لقانون حماية المستهلك بما فيها المصارف وشركات التأمين أو أي أعمال مالية أخرى وبالتالي نعم قانون حماية المستهلك يحمي المستهلك ما يجري فعليا واقعا على الأرض أن الجهات الممكن هي التعامل مع هذا الموضوع الهيئة النظمة لقطاع المصارف اللي هو مصرف لبنان ليس لديه أي هيكلية لتطبيق هذا القانون نعم وبالتالي يصبح الملجأ بهذا الموضوع مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بوزارة التجارة نعم وأيضا يعني مفترض أنه يكون لجنة الرقابة على المصارف تلعب دورها أيضا شركات التأمين النظمة للشركات التأمين كل هذه هيئات نظمة مفترض أنه هي يكون فيها أطر قانونية تحمي المستهلكين السنة الـ 2019 جمعيات المستهلك بالعالم كله نعم بيوم 15 أدار قامت بنشاط بهذا المجال واجتمعنا أربع وزارة بندوي حول هذا الموضوع طلبنا من خلالها النقاش هذا الموضوع ووضع الأطر القانونية للأسف الشديد حكمية مصرف لبنان رفضت حضور هذه المؤتمر والتعاون معنا حول هذه المواضيع بالرغم من الرسائل كنا نرسلها فيها الواقع يعني كل اللبناني بيعرفوا أنه قطاع المصارف هو العمود الفقري الاقتصاد اللبناني نعم نحن لاحظنا وأنه الاقتصاد اللبناني بيعتمد على قطاعين ونص أساسهم القطاع المصرفي وبالتالي يعني له وضع معين بالبلد يبدو أنه السلطات الحكومية والإدارات يعني لا تتجاوب مع القوانين أكثر من تجاوبة من بعض الخطاعات المفصلة دكتور برو قبل ما ننتقل لا أستاذ بيار نحن يعني رصدنا عدة هيك شكاوة وملاحظات هل أنتم بجمعية المستهلك بتورد لعندكم شكاوة من يعني الأداء القطاع المصرفي مع المستهلك بالأمور الروتينية اليومية مثلا أو هل تعطينا أمس على الخط الساخن بيوصلنا العديد من الشكاوة الوعي فصلناها يعني على يمكن أربع نقاط أساسية أولها أن الفائدة المعلنة دائما أقل من الحقيقية ليش كيف يعني يعني بيقول الفائدة أربعة أربعة خمسة بالمئة فعليا بيجي عليها زيادات لا ما هو فيه لأنه ضريبة على الفائدة إيه إيه مهني وقت يعلن البنك المصرف عن الفائدة بالنسبة معينة بدون ما يعلم كل تفاصيلها بنهاية قديش بتصير وعلى فكرة ما بيكون فيه شفافية بالموضوع يعني طبعا مصرف لبنان أعلم بالرغم من أنه بالالفان وعشر أعلم هناك بنك واحد التزم بالموضوع وبيعلن فعليا عن الفوائد ونوهت يعني مفروض يعني عن الفائدة ما أحتساب كله كله نهايتها كيف توصل للمستهلك يعني معدل الفوائد كانت بلبنان السن الماضي بحدود 8.34% ما بيجيكم كمان شكاوة عن تشريج يعني رسوم معينة ما بيكون المستهلك بيعرفها أو بيكون طالبة هذه وحدة غياب الشفافية بالعمليات المصرفية مثلا فيها مزاجية وفوضوية يعني مثلا إذا شخص موطن تليفون وموطن كهراء وموطن ماء بيصور يزيدوا له كلهم على بعضهم بدون ما يعملوا سلية وحدة ويقدموا بكل دول العالم بتصير هاي دي إنو هلت بتجاوز عدد معين بصير بيبطلوا يشرجوا على كل توطين يعني بالضبط فكلها في كتير قضايا حتى مثلا بيشرجوا إنو عم بيبعتوا لك رسالة من دون ما هلن يكونوا يقولوا لك مثلا إنو هاي دي مدفوعة لك رح نبعت لكم رسالة إذا كنسة حطوا بالكريدت كارد أو بالدابت كارد كمان أكتر فيه مثلا كشف الحساب بيشرجوا عليك كل شهر وأنت ما بتكون طالبوا ما بيكونوا ما بيبعتوا لك على البيت هاي دي من الأمور كمان كمان الشروط التعسفية تنخط مثلا إنو بيعمل عقد بينه وبين المستهلك إنو إذا توفر له المال ليقدر يرد القرض قبل الوقت كاملة بيرفض البانك وبدو يستوفي كافة الفوائد ليخرد هاي دي يعني هاي دي كمان إحدى الشغلات أيضا بيوقعوا على شروط تعسفية أنه أنت ما بتلجى للمحاكم بالوقت لأنون حماية المستهلك حول هذا الموضوع فيه كمان هاي دا غير قانون يعني طبعا يعني إذا واحد كيف ما بدل المحاكم لو وقع لو وقع حتى إذا بدل خاصم كبار بالدولة عنده مرجعية بشورة الدولة كيف تاكي طاع خاص بيقدر يقول لك إنو أنت ما بتلجأ للمحاكم وبالتالي والعقد بهذه الحالة طيب مش تقيقة يمكن دكتور برو معقول إنو فيه توقيع إنو أنا إنو ليش ما بلجأ للمحاكم في بعض المصارف عاملت هذا نحيش دورك أستاذ بيار نحن عم نستضيفك بصفتك محامة وأيضا بنا ننطلق من قضية يعني كنت معك بالقضاء حول موضوع رهن على السيارة وتنفيذ الرهن وكيف يتم المزادة العلنية بهذه الرهن عندك شيء بتحب تفضل إذا تسمحيلي بس بالدعاء على كلام الدكتور نحن بالمصارف اللبنانية ما في عنا ليستي تخدمات وأدي أسعارها ولا بانك بيقدمها بس هذي كمعلومات هيكي تاني شيء بس يقع حيالة مشكل بين البانك وبين حيالة زبون عنده ما بيكون فيه سيرة للمبلغ اللي أقرضه ما فيه المبلغ الأساسي ما بيكون موجود بس المبلغ اللي بده يهي البانك ما بيقود ما بيلاقي بوراقه ولا ورقة ما بيقدر يجعله هالطريقة ما بيقدر يجعله المحاكم كمان بعد فيه شغلتان بتحب زيدهم بحطولك بعقود أنه نحن الكشف الحساب تبعنا بتوافق عليه أنت ممنوع تعترضي عليه ولا تشكي فيه عليه ها هيدا الباند اللي هيدا باند ديكتاتوري هيدا باند يناخد مبدأ الدستور وكل هم خوانين المرعية للإجراء يعني حتى إذا الدولة خصمتك أنت الدولة يعني أخذت بحقك إجراء تعصفي عندك مرجعية بشورة دولة إنك تعطرد على قرارات إدارية كيف مبدأك تعطرد على حتى لو حطوا هولي نحن عنا مرجع القضاء نحن عنا مرجع لو نحن فيه نرجع نبطل هذا العقد هو أو هذا الباند هو باند إزعان كمان بحطولك إذا صار في خلاف بيني وبانك في عشرة بالمئة من قيمة الأموال أتعاب محامين تبعولنا هادي دعابة شغلينا كمان بشعبوها لحتى الواحد يطنش عن حقوقه أحيانا بتكون الأمور شوي يعني بسيطة بسيطة بتجمع يعني لما بنحكي مثلا عم بيشرجوا كل حدا يمكن عشرة وعشرين دولار بالشهر من دون ما تكون في شفافية بالموضوع بها هادي بتبلغ مبلغ طائلة على عدد الفضاء بتبلغ بتجي يقولك كل ست شهر نحن ربحنا 800 مليون دولار بلغت يعني من حضرتك ومن غيرك ومن 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 ومثل ما قال الدكتور هلأ قاله ما في شفافية بهالإشياء وهذا شيء واحد بيخمل قاله عادي عم بيقدم لي خدمة مصرفية ومش عم بيقدم لي خدمة مصرفية وعم بياخد أضعاف هذه الخدمة وإلا ما بياخدها وأنا بيجهل مش بث مش أنا بيجهل المواطن بيجهل شو عم بياخد منه المصرف لأن ما بيعرفوا إلا ما كان طلبة للخدمة وبنزاعات بشكل عام للأسف الشديد ما في حدا بيربح بوجه يعني في عنا صاغي جدا وكل الدراسات ما حدا بيربح بوجه آدي وما حدا بيربح بوجه مصرف تابعنا هذا الموضوع نحنا هيك بالإعلام والدراسات اللي عملت كله حوله بالتأكيد أمام عملاق مثل هذا ومواطن المستهلك الصغير بده يكون كتير ضعيف ومن شان هيك نحنا هاي فرصة وبده عبر برنامجك نتوجه للمرجعية القانونية اللي هي مصرف لبنان هون أنا بدي سجل أنه بعد سؤالنا حاكم مصرف لبنان عن الأمر هو أكد أنه مصرف لبنان عم بيأسس يعني عم بيس على تأسيس يعني نوع من هيئة لحماية المستهلك بيأة المصارف لبنانية إن شاء الله أنه بتبصر النور قريباً أكتر شيء ممكن نساعد بهذا الموضوع نحنا يعني فيه مثال محدد ممكن لجوء له يعني كمرجعية قانونية اللي هي ما يسمى محكمة المستهلك أو لجنة حل النزاعات الموجودة قانونياً غير مطبقة لكن تحتوي عشو رئاسة قاضي عضوية غرفة الصناعة والتجارة وعضوية جمعيات المستهلك هلأ من جيلة نحن نقترح هو لجنع من هذا النمط تكون برئاسة مصرف لبنان عضوية المصارف أي جمعية المصارف وعضوية جمعيات المستهلك يكون عضو من كل واحد بإدارة مصرف لبنان تقوم هي تقترح كل الأشكال القانونية لعلاج هذه المشاكل بما يتلائم شو بك يا عيونك يعني شو بدنا نحكي صالنا عشر تيام من بعد حلقة مطمر النعمة في حساسية وفريق العمل كمان أصيب ببعض الأمراض عن جد بدي أقول كيف الناس عايشين بهالمنطقة يعني هيدا لمسناه وعم نعاني منه من عشر تيام يعني في جرسيم وفي فيروسات هونيك بالمنطقة كتير قوية ماشا لحاجة مع السلامة إن شاء الله فبالتالي من اللي بنقترحه نحنا حول هذا الموضوع نعم هو لجنة من هالنمط بتحط كل القاعدة القانونية أمامها ويصير فيها تنسيق وهدي ما بتضر المصارف على الإطلاق يعني هيدا بتساعد بالشفافية أكتر يعني اليوم اللي أشار له الأستاذ صحيح إنه الخدمات ما معرف شكل فتا وكل مصارف يتصرف عمزجه حر طبعا إنه بس بده يقترح سلي واضحة تكون كله شفاف أمام المستهلكين يعني واحد بده يفوت على بنك يعرف من ألف للياء كل أنواع الخدمات شكل فتا ومن هون أهمية البلغة وجود لجنة من هالنمط تتنظم هذا الموضوع لأنه بتقديرنا نحنا بالخبرة اليوم مصرف لبنان لم يقوم بواجباته حيال هيدا المستهلكين بهذا الموضوع وجمعية المصارف تدافع عن المصارف وهذا حقه لكن وجود هيئة بس مصلحة حماية المستهلك ما عم تدافع عن المستهلك المصلحة الرسمية ليس جمعية أنتوا جمعية خاصة لازم تطلع أساسا من عند التجار ووزارة التجارة وتصير هيئة مستقلة لحتى يصير إلى مصدائية طول ما هناك تضرب المصالح بين وبين التجار فهي لا تخدم مصالح المستهلكين أستاذ بير نحنا شوي أكتر هلأ منا نحكي عن موضوع كمان بهم عدد كبير من اللبنانيين هالإغراءات المقدمة لتقصية السيارات أديش في أعداد كبيرة من السيارات اللي عم تروح على المزاد العلني هون كمان في شكوة من أنه البنك ما بيطول باله أودا ونغرب بتاخد إجراءات وبيع المزاد العلني عم بتم أيضا بصورة عسفية لمالك السيارة الأساسي وحتى لو أنه بعده عم بأسطة خبرنا عن هذا الموضوع لسيما وأنه كان في قضية معك بهالإطار أول شيء الأنون اللي بيرعى تنفيذ عقود السيارات هي المحكمة آليات والسيارات هو أنون سنة الخمسة وثلاثين صادر نعم وهذا الأنون بعضه عم بتطبق له هلأ بس أكيد عم بتطبق بروحية فعلا رحية فيها نحكي هلأ رحية رحومة فعلا هلأ يمكن الرئيس عطية اللي عم هو رئيس محكمة تنفيذ عقود السيارات عم بيطبق بشكل برحمة واسعة طي يحفظ حق البنوكة وحق العالم بس بشكل أوسع بس ليش عم بيصير هيك بالمزادات يعني وين الرحمة السيارة يعني ضغرب تنبيع بربح حق أو بنسحق أو أحيانا عنا معلومات وحاولنا نحن نجري تحقيق ما قدرنا على الأرض منعنا يعني في معلومات أيضا أنه أو أوقات البنك بيحجوز على السيارة وبقول مباعد بالمزاد العنوية ما بتكون مباعة بالمزاد العنوية بيكون مزبطة بطريقة معينة ما بعرف بس بيستبعد هذا الشيء صدقا بس هذا رئيس عطية ما بيقبله أول شيء كمحكمة في جهل عند العالم كما هلأ شفنا إن كان بالمصارف إن كان بكل شيء وحاديك عم تتابع برنامج الفساد اللي حضرتك ابتكرتيه وما فيه غير التلفزيون الجليد عم بيحطه على التلفزيون بيحمله بيحمله فعالية نحن في عنا عن جد جهل عند العالم وهذا شيء لازم ينتبهوله يعني هذا لمصلحتهم بس يبعد له إن انذار بيكون واحد شاري السيارة بعشر تلف دولار أول شيء البنك شو بيعمل بيخد فوائد على هالمبلغ وبيبيع هلأ الدكتور كمان لحيب أعتقد بيأكد كلامي بيجبرنا نشتري أنا كمواطن عم بيشتري سيارة من عند شخص وعم بيخد القرض من البنك بيجبرني البنك يأمنها بشركة يبع على قلو اتنين بيخد على خمس سنين إذا كتعب قصة على خمس سنين فوائد الأسيرانس المبلغ الأسيرانس وفوائده يعني هلعش تلف صاروا سبع تلف بياخدوا من الأول يعني بيحسبوا ذكر من الأول وبمضيك على سندات مثل ما قلت قبل شوي بيقلك إنه بدي منك سبع تحشر ألف ما بيقلك إنه أعطتك عش تلف بدي منك سبع تحشر ألف مع فوائدهم بأنون حماية المستهلك دكتور هلأ بيوضح بيأكد كلامي بيعتقد بيمنع شخص يجبرك تشتري خدمة أو سلعة تانية من عنده يعني خدمة وبيشبرك بخدمة يعني الرابط بين التأمين وبين القرض وهو اللي داخلين تحت شروط الشروط التعصفية بأنون حماية المستهلك وبيحسب الفوائد مسبقا نحن نكفي معك ولكن معنا معالي وزير السياحة معالي وزير فادي عبود معنا باتصال هاتف حب يكون إليه مدخل الهيئة معنا مساء الخير معالي وزير مساء الخير استغادة واسمحي لي هنيكي على فتح ملف بعتت بهم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين يلي عم تجربوا تعملوه اليوم طبعا أوروبا مرأت فيه من عشرين وخمسة وعشرين سنة والكلام اللي عم بيحكيه حضرة المحامة كلام كتير كتير دقيق وهيدي المعركة بالواقع بدأت وقت اللي نحنا حطينا قوانين حماية المستهلك ولابد من التسكير إنه المرحوم معالي وزير باسر فلايحان كان له دور كتير أساسي وأنا كرئيس جمعية صناعيين وبتعرفي السيد بره بيعرف هالشي كان لنا دور واجتماعات واجتماعات وانتهينا بشيل قطاع المصرفي من قنون حماية المستهلك على أساس إن القطاع المصرفي يخضع لقانون النقد والتسليف ولا يخضع لقوانين حماية المستهلك لا من ناحية الإعلان لأنه نسيته تقوله كيف بيعملوا الإعلان نوضح حتى لو بيحكيه حضرة المحامة نعم إنه تفضلت الدينة 15 ألف وتفعها 222 دولار بالشهر لا بيهلك على كم شهر ولا بيعطيك التفاصيل وإلى آخرين نعم وبيع مثلا الإنشورنس بيع التأمين بيع التأمين من خلال لأني كنت دينتي قصم من حق السيارة نعم هيدا بتعرفي كلف المصارف بأوروبا مليارات الدولارات محاضة ضبوطة يعني نعم على هالمخالفات يلي عم تصير بلبنان بأوروبا صار البنك مفروض يعطيك الـ APR نعم بديو يخصوا بكل المصاريف ومن ضمن الضريبة وكل شيء ويقلك أنت بك تدفعه بعد مرور 365 نهار بديك تدفعه هالمبلغ هيدا من التأسيد نعم حتى من الفعيدة يعني حتى هيدا الموضوع بيعلموه للولاد بالمدارس إذا أنت رحت اشتريت هاي فاي اشتريت تليفون أسطولك إياه بكتسأل عن الـ APR هيدا موضوع بعده سر نووي في لبنان فبالتالي نحن منتمنى لمصلحة القطاع المصرفي عفوا معالبازي بس أنت وبسياء كلامك كنت عم بتقول أنه نحن سعينا لأنه نخرج القطاع المصرفي من أنه قدرنا نشيله من حماية المستهلك لأنه فيه قانون نأدواتي بس هيدا شيء كان مش سيئة لا 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 أنا رفضت وهيدا الموضوع بقي على أربع اجتماعات متتالية خاصة بما يتعلق بالإعلان الإعلان اليوم الكاسب الخادع الإعلان الخادع الإعلان الخادع وبكل المحاولات أنه نحن نطبق قانون حاملة المستهلك مثل ما يطبق على أي مؤسسة تانية نعم نطبقه على القطاع المصرفي كان الجواب أنه القطاع المصرفي يخضع لأنون النقد والتسليف نعم وهيدا ما فينا نحن إلا نحكم على القطاع المصرفي من خلال هذا القانون نعم وهيدا القانون يعني فوق كل القوانين الأخرى وبالتالي اليوم إذا بتشوفي ببعض إعلانات بعض المصرف في مخالفات واضحة وصريحة ما بيقدر المصرف يقلك تعديني عشت ألف دولار وتفعي 200 دولار بالشهر بدون ما يحددلك على كم شهر بدون ما يحددلك المعدة الفائدة السنوية والحال حتى الشركات سيدتي الشركات اللي بتروح بتتدين من المصرف وبتعمل كونتراع عند كاتب العدل نعم وهذا الكنتراع عند كاتب العدل 7% 5% 4% تنزاد المصاريف وبتشوفي أنه 7% صارت 9 وحتى الشركات يفرض عليها توقيع أنه الوحيد المقبول بالمحكمة هي قطع الحساب اللي صادر على المصرف وممنوع على المستهلك زبون أنه حتى يعني يكونوا لرأي بها الأولاد يعني حتى هذا الموضوع بعانوا منه الصناعيين بالقروض الصناعية مثلا والتجار وكل قرد نعم بكل بساطة اللي عم نحكيه هو لمصلحة القطاع المصرفي نعم الشفافية ضرورية والشفافية يعني اليوم ستفرض على القطاع المصرفي مثل ما فرضت القوانين الأخرى من تبييد وغيره وغيره لأنه اليوم القطاع المصرفي في لبنان ماشي بالموضة ماشي بالموضة تمين بدوا يفرض هالشفافية اللي عم نحكي فيها من يعني يستطيع ما منشوف ولا مسؤول بالبلد بيحكي به هالموضوع ما منشوف ولا نائب بيحكي به هالموضوع ولا وزير على جمعية حماية المستهلك ستغادا نعم إنه هي ترسل الجهات الغربية والجهات الأوروبية وجمعيات حماية المستهلك يعني الأمثلة يلي عناياها من أوروبا كيف ناس عاديين قاموا شكاوى على بعض المصارف في من سنة كلفت المصارف البريطانية أكتر من 3 مليار سترلينية نعم شكوى من طالب حقوق بجامعة مانشستر نعم بيحكي عن يعني كيف حطوا عليه فوائد ومرأوله شاك نعم أطع نسبي اللي هو يعني عنده حساب كتير صغير نعم بـ 25 بانس إنجليزي وأخدوا منه مبلغ على الشاك اللي مرأوله إياه وكشفوه بـ 25 سنة 10 باوند قام دعوة على المصرف وربح يعني وكلفت القطاع المصرفي مليارات اللي رادي سترلينية فنحنا اللي عم نقوله لمصلحة القطاع المصرفي واللبنانيين يجب أن يتغير موضوع عدم الشفافية نعم حتى يا سيدتي أنت بتشتري تيكت سفر بلبنان بتجيك الفتورة وبيقلك أنه بآخر الفتورة هاو دي ضرائم نطلع منفتش مليار قصب منهم ضرائم والقصب الآخر هو لا يحق لأحدهم أن يسميه ضرائم نعم فموضوع الشفافي موضوع أساسي والقطاع المصرفي في لبنان مثل ما هو حقيقة عمود الاقتصاد في لبنان نعم وما حدا عم بيهاجم وما حدا يفسر كلامنا نحنا أنه هجوم على القطاع المصرفي لا يبقى ويستمر الشفافي ضرورة وما ممكن بقى يقدروا يستمروا بأنه الإنسان ما يقدر يعرف شو العقد اللي عم يوقعه صحيح وداش بدي يخدم منه فوايد بحنيكم على هذه الحالة شكرا لك معالي الوزير نحنا كمان منشكرك على طول بتكون يعني هيك متابعنا تجاعتنا الليلة كمان بهذه المتابعة وبهذه الطرح يعني الحقيقة أنه ما بعرف قداش مفروض أنه نستفيد من معلوماتك بس مين بده يسمع ومين بده يطبق الشفافية شكرا للكم ورح منضلنا مستمرين ونحنا اليوم عم نجرب ست غادة نفوت يعني نرجع على نقدر نحاول نفوت على المجتمع اللبناني أمضاء العرائد استفتاء يلي منعنا منه تتذكر نحنا بلشنا فيها بالتخفيض فاتورة الخلية كنت معنا وكنت دكتور جمه معنا منشي 8 سنين بهالبرنامج صحيح أكتر 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 أنا صلي 14 ونص وزير من أول البرنامج من 10 سنين وانت الوحيدة وفدي معنا بهالموضوع هيدا ونتصرفي يلا إن شاء الله قالوا من درجة موضة العرائد بأمور مطلبية وأساسية وانا بدي أقول للجيل الجديد ستغادا ساين أب أو شت أب الحكي ما بيرفع تاعة تنوقع ياب توقع ياب تسكت ما بتحكي حلوة حلوة الفكرة شكرا شكرا لأي لك شكرا يلا راح ناخد كمان تعليق منك دكتور جمه يعني معالي الوزير كنا متمنى يسمع بداية الحلقة كانت حاول هذه النقطة بالذات والتفصيل هو عم بأكد كمان على كلمك اللي بدي أقوله بهذا الموضوع أن النزاعات والتطرق طلة السارية حاليا اليوم في موجة عالمية منشان ضبط هذا القطاع خاصة بعد الألفان وثماني والأزم المالية اللي بيّن فيها أدى هذا القطاع بالعالم يعني فلتان صح وأدى خساره كانت هائلة وأدى أدى إلى بطالة حوالة خمسين مليون إنسان اليوم بلبنان المحاولات بهذا الاتجاه أنا مع اللي قاله معالي الوزير أنه ما لازم يفهمها القطاع المصرفي كهجوم أساسا هو قطاع ملاق وبيبقوا المستهلكين أمامه مهما كبروا بيبقوا صغار بالتالي وجود لجني من هالنمط بيشراف مصرف لبنان شغلة ما بتضرن على أطلاق يعني اليوم بدنا ناخد مسألة بالنسبة للسيارات يعني مفروض المواطن يشعر بسأة أنه عنده حماية وعية مستهلك يشعر أنه عنده حماية ما يعرف يشوف حاله أنه هو يعني مجبر ويعني خلص مجبور أنه يوفق على كل شيء بدي أجيلها لأنه عم بتتم هايدي يعني تحويلها للمزاد العلنين هايدي النقطة لو في لجني من هالنمط كانت بتناقش الموضوع في لجانب اليوم بأوروبا كلها بفرنسا والتصار في عدم إمكانية تزداد القروضة دخلت الدولة وعملت لجني درست كل القروض غير مدفوعة ولقيت لها حلول طولت أجلة يعني بهالحالي هايدي كان ممكن جدا إعطاء فرصة لها خاصة بالأزمة الاقتصادية الحالية لحتى يقدر يتدخل الدولة تتدخل وتساعد هذا المعطر والأعلان ما يكون خادع فيه كمانا مسؤولية هنا بالأعلان طلع قلتلك بالألفان وعشرة طلع قرارة عن مصرف لبنان بهذا باللجنة المصارف بحدد بيقول أنه على كل مصرف يحدد قد نسبة نهائية وما عدم يلتزم لتزم بانك واحد فيها ونحن من حي هذه المبادرة ومندعي كل المصارف أن تلتزم فيها تفضل أستاذ بيال أول شي من حي الوزير عبود أنا اتفاجأت باتصاله نحن كمان يعني باتصاله ولكن كان مفيد جدا تفضل ومنحلفت لنا نظرنا كمان على الإعلان فعلا الإعلانات كلها هي يعني بيع بالقوة للسيارات هلأ عجقا مع عجقا مش هنحكي عنها بس عم بيختنق البلد هلأ بيعترضوا علينا قسم الإعلانات عنها وهون بالمحاقة مع أنه هن البنوكي أكتر شي بيحطوا إعلانات وهن أكتر شي عم بيدفعوا فيه إعلان ما بعرف إذا هيك يضحكنا شوي البنك نعم بقوسة إذا بتتذكروا وقفوا لو دايما البنك عنده بقوسة عنده شي بتكون ما بتعرف آخر شي بيقلك خط من هون خط منك من هون خط منك من هون آخر شي بيقلك بدي منك بطل وفعليا البنك يكون عم بدينك مصرياتك معظمون هلأ ما بدنا نحكي عن يعني كمان ما فينا ننكر يعني حتى ما نكون منصفين إنه كمان في مساعدة للإنسان إنه يقترض من المصارف يعني هيدا ما فينا كمان ننكر دور القداء المصرفة كما كلنا مجاوة هيك متفقين مهم يكون فيه شفافية عشفافية إنه هو يعني هيدا وعدم تطبيق الشفافية هو يعني مخالفة للقوانين من قبل المصارف على فكرة البنك مش مجبر أبدا يكون سعر هالبنك مثل هذا بالنسبة للخدمات أو القروض في هون عملية تنافس لكن شو هو المطلوب بالضبط الشفافية إنه كل بنك يقلوا للمستهلك نعم تاعه يغري على قواعد واضحة مش يغري واخر شي يفرقشوا من وراء بموضوع عندك شديفه بموضوع الحجوزات على السيارات طبعا تفضل تفضل بتنسبة للحجوزات على السيارات أنا عن جد لازم نلفت نظر المواطن إنه بس يبعط له إنذار للبنك نعم هيدا مهمة لأنه كمان في أسئلة حوله البنك بيبعط له إنذار بيكون واحد صار عليه سبع ثمان أقصات عشر أقصات نعم قد ما كان عليه أقصات ما يخاف يروع على المحكمة لأن بعدنا عم نحكي عن رئيس محكمة تنفيذ عقد السيارات في بيروت قد ما كان عليه أقصات بيدفع أسطين بس وبيكفي تقصية عادة بيقدر بالأنون 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 خمسة خطين لازم عليه عشر أقصات بيدفع أسطين وبيكفي أسطين وبيكفي عادة وليش بيحجزو له على السيارة وبيحطوها بمزايد العنانية من دونه لأنه بيخاف بيكون عليه مثلا عشر أقصات لأسطل 200 دولار روحية القانون قلنا الرئيس عطيه عم بيطبق روحية القانون برحمة كبيرة يعني إذا أنا علي عشر أقصات بروح بيدفع أسطين وبيكفي تقصية إنه ما يهرب المواطن ما يخافي إلا عليها عشر أقصات يعني 3000 ما معي يدفعهم يعني خلاص بيعطيهم السيارة المشكل شو عم بيصير اللي هيك عم بيفكر المواطن اللي خلاص هذه السيارة حقها عشر ألاف صار بدي مني البنك سبعة عشر ألف وأنا دافع 3000 أربعة عشر ألف دولار وهلأ حقها 6000 أو 8000 هيك عم بيصير بيتركها بيقلك ياخدوا السيارة المشكل وين عم بيقع في المواطن أول شي البنك عم بيتابع عليه بالمبلغ كله يعني عم بياخد يعني هذه كتير دقيقة عن جد تفضل تفضل عم بياخد المواطن البنك فوائد خمس سنين بس هو حجزوا السيارة بعد سنتين مهمة ها يعني ما استحقوا الفوائد اتنين عم بياخد منه أسيرانس على خمس سنين عم بياخد منه فوائد وأسيرانس على خمس سنين بيكون السيارة بعد سنة أو بعد تلتشور أو بعد سنتين يعني إخسارة فوق إخسارة إخسارة فوق إخسارة وما قدر يوعب أي حدا مش يوعب ما قدر ينتبه إليه عنده حقوق لازم يحافظ عليها بكفى البنك بكل السندات هذي شي خطر كمان كيف بكفى إذا بيقدر يحجز له على غير السيارة مش بس ببيع على السيارة برجع بياخد ورقة من المحكمة برجع بروح بنفذ عليه على معاشه وعلى بيته نحن لازم نعمله كمواطنين صنعنا نعرف هل قبل قانون لن في حدا عم بيحكي إذا كان في عليكم سندات تدفعوا سندين لتحفظ اتنين بياخد محل إقامة بالمحكمة لأن كل العقود أو كل البنوكي عم تاخد إلو نحن بنجي من حط أن المحكمة الصالحة بيروت بيمضي عليها صارت محكمة بيروت أنا بيتي بالشمال أنا بيتي بالبقاء بيجي على بيروت ما بيجي لك خلاص ياخدوا السيارة بيتيبوا على المبالغ الكبيرة مش خطير هاللي عم بيصير يعني أبدا مفي أي تواهية عفا يسمحوا للمواطنين فيه جهل نحن عم نضوع له تاستفيده وتمع عفا ينضره كمان نعم في عنا كمان نحن نجي نوقف هالمبالغ الكبيرة بدنا نعمل اعتراض قدام محكمة الأساس بس نعمل اعتراض قدام محكمة الأساس تسجيل مكان هذا لا يصير فيه تبليغات ويكون في عنا ناخد محل إقامة ساعتها رئيس الألم بيقلي بيقلي في عندك تبليغ وكمان شيء زيادة عمله الرئيس العطية هي بيبلغوا تقرير الخبير للمنفذ عليه يعني إذا أنا بل سخمنوني هالسيارة اللي هي حق 10 ألاف بأربع تلاف انت عليك حق تعترض بمعين معين طبعا أنا صاحب أنا المصاري بدي أرجع كفه علي هون الشكاوى أنه عم بيكون في تقرير خبير لمصلحة البنك وما بيكون في حق الأساس كمان بدي أحكي شغلي عم نحكي يعني جبنا كتير سيرته لرئيس العطية بس عن جد بيستاهل فعلا ماش الحال يلا هي تكبر دكتور ديلر رئيس عطية بس إنه مش مشكلة هو راضي ضميره فنحنا لازم فعن جد بس إن عمل تخمين القانون بيجي بقليك 60% من حقه إيانا عم ينطرح ب90% من حقه قدي حقه عم يخصم 10% أو 20% ماكسيموم يعني معنون القانون بقليك 60% تيبلش المنزات ب80% تأكتر قدر من المصاري تيجي تيخف على المواطنة نحن حبينا أنه نرافق هيدا الكلام مع ريبورتاج من المزيد بس ما قدرنا دكتور برون نهينا هالمحور بإذا عندك بعد أي تعقيم على هالموضوع ووعدنا بملف ساخن بالحلقات المقبلة بموضوع الدواء الحجم المشاكل مثل ما هو واضح منه قليل نعم بين المستهلكين والقطاع المصرفي برأينا بقاءه حل فردي هاك يبدو بالبداية أنه هذا بيسهل أمور المصارف بس عم بي يعني أدل لغبن كتير كتير بحق الناس وهذا بيدفع تمن وبنهاية الاقتصاد الوطني ككل من شين هاك برجع بكرر على مصرف لبنان أنه يقوم بدوره الطبيعي بأنه هو يشكل لجنة تتشكل منه ومن المصارف ومن جمعيات المستهلك نحن نتبع هذا الموضوع مع مصرفي ومن نفس الوقت نحن نقول للمواطنين للمستهلكين فيهم تصلوا على الخط الساخن للجمعية حول هذه الأضايا الرقم 0-1 750-650 750-650-01 نحن نتواصل مع القضاء حول هذا الموضوع كلمتين بس ملف الدواء ملف الدواء اللي سمعنا عنه مؤخرا قصة غلط الدواء وفروقات الأسعار نعم هل يعني هل في شيء إجراءات معينة هل في شيء هيك عملين ولا بعد القضية بقتر المعلومات لا طورت أكتر وهذه كمان غياب للشفافية بقليات تسعير الدواء خلينا الموضوع الحلقة المقبلة نحكي عنها مفصلة الدواء ونحن ماشيين بمصار قضائي وسنكشف بعض التفاصيل بالحلقة المقبلة شكرا للكم بعد الفاصل الإعلاني أعزائي المشاهدين سوف نعرض قضية إنسانية ماذا جرى مع مواطن فقد أصابع يديه أثناء العمل في المحاكم اللبنانية وكيف ومن يستطيع أن يضمن حقوق العامل إذا تعرض لأي حادث أثناء العمل بعد هذا الفاصل الإعلاني منتبع معكم أعزائي المشاهدين المحور الأخير من حلقة الليلة مباشرة من الستوديو حسن الهق مواطن لبناني وصيبه بحادث عمل أثناء قيمه بالعمل بأحد المصانع وهو دون الثامنة عشر من عمره خلينا نسمع لقصته حسن مساء الخير مساء النور حسن خبرنا شو صار معك باختصار ورح نحاول نشوف إذا فيه أي حل لقضيتك مع نقبيين وعند معنا كمان على الخط من حياء المناضل من أجل العمال ومن أجل الشفافية ومن أجل محاربة الفساد معالي الوزير شرب النحاس حسن شو صار معك؟ أنا وقت روحت إيدي نعم كنت قاصة تحت سنة أنوني نعم تعهدت هي قدام المغفر أن تتعطيني معاش كل آخر شهر نعم صاحبة المصنع نعم وقالت أنه أنت فقدت عصابعك يعني بركي منشوف أنه عن شو عم تحكي نعم نعم قال لآخر حكمي أنه بتحكمني شو بدنا نحكمه بأصابيع بتحكم ليهم كلهم نعم وفضل عندي عملية لهي الأصبوع وهون هاي الهون لك وين وهون نعم معاش حكمتني إياهون نعم قلت لها رحت لعن قلت لها شو صار هيك ومشت عطل معاش عني بعد لي جاء حكمي بعد كم شهر بس خمسة شهر كانت عم تعطيك معاشك أخلق خمسة شهر نعم ووقفت عن المعاش وبعدين ما في أي تعويضات أي ضمانات أي شيء أبدا أي ولا ليرة نهائية أنت أقامت يعني أنت أقدمت دعوة بالمحكمة بالمحكمة دعوة جزائية وما أقدمت دعوة بمجلس العمل التحكيمي ولكن بالنسبة للضرر يعني الدعوة الجزائية ما أخدت أي حق يعني حكم بكف أي تعقبات بحق صاحبة المصنع هيدا اللي صار معك إيه هيدا اللي صار معك قال إنه كف تعقبات قال أنا ما قليش معه ولا ليرة نعم خلينا نسمع لرأي معالي الوزير شرب النحاس مساء الخير معالي الوزير مساء النور سطرادة يا أهلك يعني نحنا كمان بدنا نشد على إيدك ونحنا وقفين حدك بكل اللي عم بيسير معك وأنت تدافع عن حقوق العمال من شركة سبينيس لغير شركة سبينيس ونحنا منشهد على مواقفك الجريئة بهذا الإطار بالنسبة للموضوع اللي سمعت عنه يعني كيف هيك بهالاستهتار بتم التعاطي مع شخص تعرض لحادث عمل وكان دون الثامنة عشر من عمره وبدو يبقى طول حياته ما في عنده أي ضمانة وأي معيل وأي تعويض وأي شي شو رأيك بهذا القصة؟ رأيي أنه الإنسان رخيص في لبنان إنما المشكلة اللي أسوأ من هايك نعم أنه كتير من اللبنانيين عم بيرضوا بحالة الزل نحنا بمخاف طوارئ العمل ستنا نعم فيه أنون الضمان الاجتماعي لحظ نعم فرع كامل لمسألة طوارئ العمل نعم هذا الأنون اللي صادف بالستينات اللي جاءهم بعد خمسين سنة هذا الفرع موجود بس على الورق لم يطبق ولم ينفذ نعم نحنا جاءهم محكمين بمرسوم صدر بالستبع وستين ورضاء الله على الستينات نعم نفس السنة اللي صدر فيها الأنون اللي بيقول أنه كل سنة الدولة بدأت عيد النظر بالأجور للتذكير يعني نعم هذا شو بيقولها المرسوم؟ هذا بيقول أنه بحسب نسب الضرر اللي ناتجي عن طوارئ العمل نعم تطبق معادلات حسابية تؤدي إلى دفع تعويض مقطوع نعم نعم وتغطية تكاليف المعالجة نعم لأنه بالضمان لأنه مسجل تحت لـ 18 سنة عم يشتغل بآلات حادة نعم هاي دي كلها كيف القضاء الجزائي بها السهولة بيقفل له الملف على حقوقه؟ ستنا لحلك يعني للأسف نحنا اليوم ما عنا إلا هالمرسوم هالمرسوم من اشتضاف نعم أنه ما بيميز بين عامل مصرح عنه ومش مصرح عنه نعم ولا بيميز بين عامل لبناني وعامل أجنبي نعم بينما أنون الضمان للأسف بيميز لأنه أنون الضمان أول شيء اللي مش مصرح عنه ما حدا بيسأل عنه نعم وتاني شيء أنون الضمان بحجة التعامل بالمثل يستثني عمليا كل العمار كرميل هيك ما كان لازم القضاء ياخد حقه ياخد له حقه لحساب؟ نعم 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 خلينا نصف اليوم شو بيقول هالمرسوم هدا؟ هدا المرسوم بيحط نسب للضرر نعم لحياخد النسبة القصوى اللي هي الوفاة نعم في حالة الوفاة بيطلع التعويض عمليا للورثة بحدود 6-7000 دولار نعم على شخص بيعز طاقته على الانتاج توفى وهو في يكون معيل لعائلته وبينتهي الموضوع عند هذه النقطة هذا إذا طبق هذا النصر نعم هيدا السقف الضحل المهين يلي موجود في لبنان ما ننسى أنه في حالات كتيرة لسيما في المصانع إنما أيضا في الورش نعم في الورش في البناء حالات الضرر المادي والمعنى ووصولنا إلى الوفاة تتكرر نعم 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 بيصير أمام حيرة بدنا نتعامل معها بكل مسؤولية هذه الحيرة شو قوامة من جهة أنه النصوص في كتير من الحالات النصوص التطبيقية سيئة مش بس سيئة حتى مهينة معالي الوزير بالقضح والزام عم يحكمه 30 مليون ليرة معلاش إنه بالقضح والزام عم يحكمه تعويض 30 مليون ليرة بحالة من هالنوع بإصابة بعمل أثناء عمل هو تحت دون يعني فيه جرم جزائي إنه هو كان تحت 18 سنة وفيه آلات حد عم يشتغل فيها من دون أي تأمينات من دون أي شيء يعني ليش القضاء ما بده يقدر ينظر يعني ستنا القضاء برجع بالليك القضاء هو مجموعة من الناس من القضاء هؤلاء القضاء بيوجدوا حال قدام خيار يأما يطبقوا هذه النصوص ظالمة وبالتالي بنخلص مثل ما حكينا بتعويض في حال الوفاة 6-7000 دولار وفي حال ضرر جزئي من هونيكو بالنازل بالنسبة بعد تأمين العلاج وبيخلص الموضوع عند هذه النقطة يأما القاضي بده يتجرق يحكم بالحق وبالتالي بده يستند إلى الحقوق الأساسية للإنسان وبده يخرق هذه الإجتهادات المذلة يلي للأسف اتكررت خلال السنوات وهون كمان معلاش عم بيطبع على الحلقة وانت إليك فضل بهالمجال وبعرف شو معاناة لأخ حسن مش هيني شاب مثله يكون أصيب في حالات متكررة يعني ما بيمرق شهر ما بيصير حالات نحن وقية يمكن هو حيكون حالة عبرة يعني لحتى أنه يعلن المعنيين بالمعضل بس فيه فيه نحية فيه كرامة الإنسان كما في هالمسألين بس أنت والله مشويت أنتوا عم تحكوا عن المصارف أنا كثيرا انزعجت أنه عندنا نحن فيه مجاة فيه نص بالدستور بيقول أنه الدولة تؤدي يعني تقريبا النص هيك شيء واجب الإجلال لله وإلاخره بس ما بيقول أنه أنا أدي واجب الإجلال للمصارف ما بعرف أنا لش عندكم كلكم هالإجلال للمصارف يعني لا بالعكس نحن عم نحكي على المواضيع يعني ما حدا بيحكي فيها ليش لا عفوا عفوا معلاش معلاش عندي فيه مصارف يعني المصارف هي مجموعة بطئة أشخاص بيجنوا كل سنة مليارين دولار أرباح مليارين دولار أرباح تعرفوا شو يعني يعني على تمانمائة ألف أسرة بلبنان عم بيكتوا ألفين ومصارف ما نحنا عم نحكي هيك وين شفت الإجلال للمصارف نحنا عم نحكي عن احتيال نحنا ما عم نهجمون هاجمون كيف ما بتهجمون تجي تهجمون معنا يا جمعة تجي يا معالي الوزير تمنعوا فرض ضريبة على هذه الأرباح المهينة تتمول تجي بتهجمون معنا جمعة الجائزة تجي تهجمون معنا جمعة الجائزة حلاش طلع معي في وزير السياحة مش هيك نعم ما معه خبر هو وزير السياحة أنه في رسيقه بالحكومة وزير عمل كان واجب عليه سنة الماضي والسنة مرتين يقدم مرسوم تصفح الأجور والحد الأدنى مش سامع فيها وبدو يطالب الناس قد معارضة لمين لأيلو بدو لي قد معارضة هو اللي وقف ضد ضم بدل النقل إلى الأجر معلش نحكي عن القضاء حكيتي كمان عن قاضي زالف الحسن نعم وقاضي زالف الحسن أنا الملف دي اللي ذكر فيه ما نمط عليه بس بدي أنا قدم كمان شهادة نعم وقاضي زالف الحسن أصدرت حكم بقضاء العجلة يمنع فرف النقابيين بقضي اللي كان وزير العمل عم بماطل بالتوقيع على قرار انشاء نقابتهم بسبينيز فهيدي القرار هيدا مهم بدو يشهد لأيلو يعني بالعنى احنا عيه قرار مهم نحنا بنشهد معك لأيلو بس في كمانه قرار انه نحنا نسكت عن موضوع في درر للناس هيدا اللي نحنا عم نعترض عليه نعم تسلم نحنا ديمقراطيين ونحنا مستعدين نحكي نحكي عن الاشياء الإيجابية اذا كانت موجودة مش غلط نحكي عنها نحكي عن الإيجابة تنشجع القضاء انه يرجعوا يرفعوا الظلم عن الناس اكيد 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 هيدا امر كنا متأملين يتضحكم فيه مطلع في حكم ان شاء الله انه مندلنا النادل ومندلنا نحكي بكل هالمواضيع معالي الوزير ويكون فيقلك حلقة لاحقة معنا بهيدا الإطار بعد قبل ما ننهي الحلقة فيقلنا مداخلة مع النقابة سيد كاسترا عبدالله بخصوص موضوع حسن مساء الخير مساء النور مساء الخير يمكن وضحت صورة هذه القضية انت شو بتنصحه لحسن وهل ممكن انكم تساعدوه بانه يرجع يقدر يقيم اي دعوة بمجالس عمل تحكمية يقول اللي حسن ولا اللي متل حسن مكتبنا مفتوح واهلا وسهلا نعم والحقيقة نحنا يعني سماطو عم بيقول انه هو كان تحت السن القانوني يعني تحت سنه 18 نعم اول شي يحذر قانون العمى استخدام وخاصة اذا كان فيه الات هذا كان لازم يروح على المحاكم الجزائية ما هو رأى على المحكم الجزائية وما اخذ اي حق بالمحكم الجزائية لا نحن وياه بنرجع نحن وياه بنشوف شو نشار هالملاس وبركي بنرجع منتابعه معك كمان نحن وياك بالحلقة المحملة نحن خاضرين شكرا لألك استيس كاسترو شكرا شكرا بكل الاحوال رح نتابع موضوع حسن الهيق لانه هو عبرة لمواضيع تانية رح نتابع موضوع الاضاءة على ما يجري فيه المصارف نحن بهالبرنامج نحن اجلالنا هو للحق وللحقيقة ومعنا اي مانع من انه نفتح اي موضوع باطار البحث اعزائي المشاهدين عدة مواضيع جديدة تتبعوها بالحلقة المقبلة واي رد على هذه الحلقة سنتلوها ايضا في الحلقة المقبلة وتصبحوا على الف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة